شهد المتحف المصري بالتحرير فعالية تفتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطويره والذي تم بالتعاون بين المتحف والاتحاد الأوروبي بمشاركة خمسة متاحف أوروبية كبرى شملت المرحلة الأولى من التطوير خمسة عشرة قاعة بها عدد كبير من أثار ما قبل الأسرات وقاعات الدولة القديمة والأثار اليونانية رومانية والعصر المتأخر بالإضافة لقاعات كنوز تانيس هنا داخل أكبر وأعرق وأشهر المتاحف العالمية المتحف المصري بالتحرير الذي احتفل بانتهاء المرحلة الأولى للتطوير التي تمت بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتتواكب مع أهم المتاحف المصرية والذي جاء بتعاون كبير بين المتحف والاتحاد الأوروبي بمشاركة خمسة متاحف أوروبية كبرى كبعض التحديات والاحتياجات الخاصة المطلوبة لعملية التطوير داخل المتحف المصري بالتحرير وتمت عملية التطوير بالتعاون بين المتحف وخمسة متاحف أخرى وتميزت فكرة التطوير برسم شكل للعرض المتحفي والتطوير المنشود عمليات التطوير شملت المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة المتحف المصري بالتحرير حقاق التطور المنشود منذ بداية افتتاحه عام 1902 وكان المنهج الذي صارت عليه باقية المتاحف الهدف الأساسي من التعاون وتطوير بين الخمسة متاحف الأوروبية والمتحف المصري بالتحرير وضع استراتيجيات التطوير المتاحة سواء في المبنى أو طريقة العرض الخاصة بالتمثيل أو كل ما له علاقة بالتطوير المرحلة الأولى من التطوير شملت خمس عشرة قاعة بها عدد كبير من آثار ما قبل الأسرات وقاعات الدولة القديمة والآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر بالإضافة لقاعات كونوز تانيس التطوير كان بنسامل مرحلة أولا من التطوير وبدأ تنفيذه سنة 2019 وانتهى في 2022 تم وضع حاجة اسمها الماستر بلان أو الخطة الاستراتيجية للمتحف ودراسة حالة المتحف على جميع المحاق ودي كانت أهم حاجة أنك توجد تشخيص للمشاكل بتاعة المتحف وكيفية علاجها التطوير الأول حصل في قاعة توتان خامون إن هي كانت معروضة في القاعة وبعدين تم نقل محتويات القاعة للقاعة المجاورة لنا وتم عرض كونوز تانيس على قاعتين هي في البداية ما كانتش معروضة كاملة وهي دي كانت المفاجأة لأنه المفروض إن احنا الكنوز تعرض لأول مرة للملك بسنس في قاعة كاملة وهي بتضاهي تكنوز الملك تطاع الخامون من حيث المحتويات والمقابر والأساس الجنزي بعد كده بقيت المجموعات تأسمت على قاعة تانية خاصة بالملوك والقاعة في قاعة المجاورة لنا فأصبحت أثار تانيس على قاعتين وممرت كمان فيها بعض الأثار التئيلة أما هذه البردية التي كتب عليها كتاب الموتى تعرض لأول مرة بالمتحف وهي أول بردية تكتشف بأياد مصرية منذ أكثر من مئة عام بمنطقة سقارة إنه يتم الكشف عن بردية تسمى باسمه مصري بأياد مصرية خالصة وهي تعد الأطول والأكمل يتم اكتشافها في سقارة منذ أكثر من 120 سنة تسمى بردية وزيري ون البردية دي الشخص يدعى أحمس بيرجع للفترة نهاية العصر المتأخر مع بداية الفترة البطلمية يعني بنتكلم على 2300 سنة عمر تقريبا تطوير هام يؤكد أن المتحف سيظل من أهم المتاحف المصرية في رسالة قوية بأن المتحف المصري بالتحرير لن يموت